السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مسابعين الكرام كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال وانتم ما كتشاهدوا هالفيديو ومرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناتكم بوشرا شانال وما تنسوش أخوش إليك الفيديو وتعليقكم بخصوص الموضوع الفنان الشعبي طهور يودع جتمان ابنته الراحلة وسط أجواء حزينة إليكم التفاصيل شوية الظهر اليوم جنازة ابنة الفنان عبدالطيف طهور التي وافتها المنية عن عمر يناهز 18 سنة صباح يوم الاثنين بالمستشفى العسكري بمراقش بعد معاناة طويلة مع المرض وودع الفنان عبدالطيف طهور مرفوقا بعائلته وأصدقائه ومحبيه جتمانا راحلة وسط أجواء من الحزن والبكاء بعد أداء صلاة الجنازة وقبل موارد جتمانها إلى الثرى بمقبرة إمام السهيلي وأكد الفنان طهور صباح يوم الاثنين خبر وفاة نجلته بالمستشفى العسكري بمراقش بعد معاناة طويلة مع المرض الذي لم ينفع معه أي علاج وأوضح الفنان طهور أن الراحلة كانت تبلغ قيد حياتها 18 سنة انتقلت إلى دار البقاء بعد معاناة مع مرض العضال الذي لم ينفع معه العلاج مشيرا أن مراسيم الدفن بمقبرة باب الرود بمراقش فتعزين الحارة للفنان الشعبي طهور والعائلة دياله الله يرزقهم الصبر والسلوان والله يجعل محبسها صبر ماشي سهل عليهم أخوتي كيف مما قتليكم فرق الكبدة صعيب وما غادي يحس به غير اللي مجربه فدعواتكم مع أخوتي بالرحمة والمغفرة الله يرحمها ورحم جميع المسلمين والله يتبس عن السؤال ويجعل مأوه الجنة إن شاء الله يا رب فهنا أخوتيكم ونوصلنا نهاية الفيديو شكرا إلى حسن المتابعة إلى فيديو قادم إن شاء الله مع السلامة